نكسة كبيرة أصابت موظفي القطاع العام في عيد الأطحى وذلك لعدم تقاضيهم رواتبهم على الرغم من فتح مجلس نواب الاعتمادات الإضافية في الموازنة العامة في 19 حزيران ونشر القانون في الجريدة الرسمية في 22 حزيران وتعليقا على ذلك أشار عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال إلى أن المشكلة لدى مصرف لبنان والمعنيون يتحملون المسؤولية لعدم قيامهم بواجباتهم للتعجيل في تقاضي الموظفين رواتبهم قبل العيد وتلهه بأمور أخرى وقال نحال هناك أمور غير معقولة تحصل معنا ولن نسكت عنها أبدا ونشعر أن هناك حالة إنكار لدى السلطة لمطالبنا وكأنهم لا يعتبرون أن الموظف من حقه أن يشعر بالعيد وهذه خطة ممنهجة لضرب القطاع العام ومعنويات الموظف ولفت إلى أن المواجهة هي الخيار الأول الآن للموظفين للاستسلام والأمل لليأس وهي المرة الأولى بتاريخ الدولة اللبنانية التي لا يتقاض بها الموظفون رواتبهم قبل العيد وذلك في فترة حساسة جدا اقتصاديا وأمنيا وتابع يتم التحضير لتحرك كبير بعد العيد والتصعيد آت لا محال وسيأخذ هذه المرة عدة أشكال ولن يكون في الشارع فقط بل سيكون هناك تصعيدا قانونيا وقضائيا وقد يكون هناك تصعيد خارج الحدود وأكدنا حال أن هناك حسرة ولوعة بقلب كل موظف تجاه أولاده ولذلك فإن المعركة مفتوحة على كل الاحتمالات في الفترة المقبلة